تحدث القبائل اليمنية ميليسيا الانقلاب والمخلوع صالح وأوقف التمدد الحوثيين في مناطق مختلفة فكانت سدا منيعا ودائما للجيش الوطني من أجل السعادة الشرعية اليمنية وشاركت في مختلف جبهات القتال وتصدت لمخطط الانقلاب على الشرعية وبرغم محاولة المخلوع المتكررة لاستمالتها لكنها أبت إلا أن تكون مع الشرعية وبعد أن تكشفت كل أوراق الانقلاب وخاصة المخلوع الذي كان يزرع الفتن بين القبائل أبان حكمه القبائل اليمنية في مختلف المحافظات رفضت الانقلاب أحاربت الميليسيا وقدمت الكثير من أجل السعادة الدولة المنهوبة من الانقلابين وكان لقبائل طوق صنعاء وبقية المحافظات إسهاما كبيرا في مساندة قوات الجيش الوطني في التقدم في مختلف الجبهات أخاصة الجبهات المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء التي شاركت بقوة في الدفاع عن الوحدة واستعادة الشرعية ولتزال معظم القبائل تمثل صمام أمان للجيش الوطني وتخوض معارك شرسة ضد الانقلابين ويرى السياسيون أن المخلوع فقد الكثير من القيادات القبلية التي كان يعول عليها كثيرا بعد أن أيقنت تلك القبائل أنها أمام مخطط يهدف لتدميرها والنيل منها ومن مكانتها ويرى الكثير من المراقبون أن القبيلة لعبت دورا مهما وستلعب أيضا أدوارا بارزة خاصة قبائل طوق الصنعاء التي ستكون عونا للجيش الوطني والشرعية في استعادة العاصمة المنهوبة في ظل تحقيق الجيش الوطني انتصارات ساحقة وسيقلب الموازين على الميليشيا وسيغير من سير المعارك بعد أن أصبحت قوات الشرعية على تخوم العاصمة الصنعاء لاقتحامها واكتثاث الانقلاب وإعادة الحق لأهله عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني